تشتكي دايما من تساقط الريش عند البط، البط دايما بيسقط ريش في عمره صغير من شهر ونصر شهرين وكمان البط الكبير وبالذات النطي بتسقط معك ريش ومنتش عارفة ايه الحل بتاعها والفراخ بتلاقيها نحلة ومنازلاء الريش بتاعها طبعا ناس كتير جدا بتدور على الحلول عشان البط اللي بيسقط ريش دايما باستمرار مهما بياكل مهما بيشرب بتلاقي في تساقط عنده في الريش النهاردة هنتكلم على تساقط الريش بالنسبة للبط والفراخ وازاي تعالج الموضوع دوت فيهم بكل بساطة وكمان النطي اللي بيكون بطبيل تمام؟ صلوا على النبي في التعليقات عليها افضل الصلاة والسلام واللي لسه اول مرة يشوف الفيديو بتاعنا النهاردة ياريت تشترك في القناة ويفعل الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل خير حطوا لايكات كتيرة جدا يا جماعة عشان يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يشوفوا الفيديو معنا النهاردة ويستفيد طبعا كتير بيشتكي بموضوع تساقط الريش ليه البط بيسقط ريش في الفترة لياك بالذات في تغيير المواسم يعني ايه في تغيير المواسم عندنا كذا سبب في عوامل تساقط الريش للبط طيب ايه هي الاسباب بتاع تساقط الريش وايه هي العلاجات النهاردة هنتكلم ان شاء الله في الموضوع ده خلاص بس تعالوا كده معايا بصوا يا جماعة انا هنا النهاردة طبعا انا بصبح بحط الخلطة بتاعت البط مكونة من كسر فلو وعلف وكل حاجة موجودة فيها وضرة وردق وعيش كل اللي موجودة عندي خلاص بعد بعض العصر يعني قرب المغرب لو انتوا لحوص الفيديو ده هتلاقي اكيات الشمس خلاص نزلت يعني ما كانتش فيه شمس على سطح نهائي بطلع بقى البواق بتاعت اكل البيت عندي بقشور سمك عندي اكل بتاع بيت عندي اي حاجة بتبقى وجبة تانية للطيور بتاعتي للبط والفراخ لو مثلا الكمية قليلة اللي عندي بزود عليها كمية تانية وبدخل للبط او للفراخ بحيث ان يأكلوا الوجبة بتاعتهم التانية ويكونوا شبعا ايه تمام علشان الناس دي سألتني ايه بتحط الاكل بتاع البواق اكل البيت الصبح ولا اخر النهار يفضل اخر النهار في التراوة كده علشان الصبح بما بياكل البط كده بتلاقي الحاجة بتبقى عليها حامية فطبعا اللي عن الله المستعان في درجة الحررة رحنا فيها الايام دي تمام طيب تانية حاجة بقى تعاني اتكلم في الموضوع بتاعنا النهار ده اللي هو تساقط الريش اول سبب معانا تغيير المواسم زي موسم البيت يعني ايه تغيير المواسم زي موسم البيت اول حاجة تغيير المواسم يعني البطة ادخلت على موسم البيت بتاعها وباضت وخلصت رقد وخلصت فقس وخلاص الموسم بتاعها خلص وما عارتش ان هي بتبيت تاني بتلاقي البطة بتساقط ريش وده بيكون طبيعي جدا 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 يعني انا بتجي لأسئلة بتقول لها مشاهد النتاية بعد ما خلصت بيت وقعدت فترة تلاقيناها الريش اللي عليها بدأ ان هو ينزل وبدأت ان هي بقت فاضية كده معادش فيها ريش ده جماعة اسمه وقالش يعني ايه قالش يعني البطة بتسقط ريش بتاعها وبتجدد ريش طيب امتى تبيت تاني هتبيت لك تاني وتطلع لك انتاج تاني وتفقس تاني وترقل تاني بعد لما تطلع ريش من اول وجديد خلاص يبقى احنا كده عارفنا تغيرات الموسم زي موسم البيت بالذات عند النوتي الكبيرة اللي بتبيت دايما وبتطلع وعند الزكور في مرحلة الانتاج تمام طيب تاني حاجة سوق التغذية يعني ايه ومشاهدة سوق التغذية يعني احنا مثلا ما بيننا ناكلش احنا بناكل علف بس احنا بنلاقي البطة بيسقط معانا ريش لا يا جماعة انا مش قصة عليك سوق التغذية ان انت بتقدميش خلاطات متوزنة فيها نسبة بروتين فيها نسبة طاقة فيها نسبة كالسم فيها نسبة فيتامين للطيور بتاعك بتحط وقبة او بتحط وقبتين بيبقى فيهم نواقص فالنواقص دي هي اللي بتقدل تساقط في الريش زي مثلا كده سحب العلف من الطيور او ان انت تقلل العلف للبطة او للفراخ مرة واحدة اول حاجة الفراخ بيجي لها نهش بتبدأ انها تنهش في بعضها تاني حاجة البط بيبدأ يسقط ريش تمام طيب زي اي تاني كمان عاوز اقول لكم تالت سبب الامراض والتفايلات يعني ايه الامراض والتفايلات الامراض التفايلية يعني ايه يعني زي الامر وزي الفطريات وزي البراغيت وزي الحشرات اللي هي ممكن تخش في الريش بتاع البط في في الصيف وتبدأ تتلاقي البطة نحلة الريش بتاعها علشان تنظف جسمها من اول وجديد فتلاقي في تفايلات على جسمها زي البراغيت وزي الفطريات الحاجات اللي كلها جماعة بتخلى البطة بتسقط ريش وترجع زي مكانك كده بتلاقها عريانة ما فيش فيها اي حاجة عاوز اقول لكم ان في نوع تاني تساقط في الريش ده يا جماعة ملهوش علاجات خلاص ان هو في نوعين نوع اللي هو البطة بتسقط طبيعي وبترجع ندها فيتامين وندها علف وندها حاجات وبعد كده بتبدأ ان هي تريش من اول وجديد ده الطبيعي النوع التاني اللي هي بتفضل على حالها ده مهما اكلتها مهما شرقتها بتلاقي الشعر عليها خفيف او الرش بتاعها خفيف ما بيبقاش عليها نسبة وحتى لو ريشت بتسقط تاني تمام طيب تالت رابع حاجة معنا الاجهاد العوامل المسببة لنقص الماء لزروف بقية يعني ايه يعني لو انت مثلا في مكان نسبة المية في قليلة جدا بتحط لهم مية كل فين وفين دي برضو من الحاجات او من الاساسيات اللي بتخلي البطة يسقط ريش لو البط ما فيش عنده من نسبة من المية كفاية دي من برضو من الحاجات الاساسية تمام طيب ايه تاني التغيرات الهرمونية خلاص وكمان تغيير مستوى الهرمونات الى تساقط تغيير نوع العلف كمان طيب يعني ايه مشاهدين انت بتقول احنا ملناش فاهمين حاجة عاوز اقولك ان فيه تغيرات هرمونية بتحصر في النطل تبدأ تخلي البطة تغير ريش او بتوقع ريش من عليها تمام طيب بالنسبة للبط الزغير ايه البط الزغير يعني من عمره شهر ونص شهرين بتلاقي كده سعب بيجيلوا حالة افتراس او ان هو بيبدأ ان هو يسقط الريش بتاعه ايه السبب بتاع اول حاجة واول حاجة هقولها لكم سوق التغذية يعني سوق التغذية يعني البط عندك انت كنت بتأكليه علف وصحبت منه نسبة العلف بتاعته او قللت نسبة العلف بتاعه مرة واحدة ما ينفعش مثلا انت بتحط اثنين كيلو علف او كيلو علف في اليوم ما ينفعش ان انت تخليهم ربع كيلو ونحط الباية بواية اكل بيت ما ينفعش يبقى لازم تحطوا النص بالنص يعني النص بالنص يعني بتحط اثنين كيلو خليهم كيلو واحد لو بتحط كيلو خليه نص كيلو ما ينفعش تقليلي عن تقلده ربع كمير مرة واحدة ماينفعش لأ خلي النص بالنص وبعد كده كل يوم خدي كبشة من العلف كده لحد ما البط جسمه يتعود اني نسبة العلف اللي دخلوه بيكون بسيطة ده طبعا بتقدي اني انت خلاص كده البط معاك يتعود بدأ ان هو مافيش عندك بط بينهاش في بعضه مافيش عندك بط سقط ريش من بعضه ولا يطلع يجروا مع بعضه ويشدوا اجنح ببعض ولا فيه اي حاجة من دي خلاص تغيير نوع العلف ماينفعش اني تكوني انتي بتغيري او شغالة بنوع علف معين او بشركة معينة فتلاقيتها غيلة او تتلاقي السعر بتاعها زاد فاننوح نجيب شكرة تانية او نجيب شركة تانية تكون اقل في السعر عاوز اقولك ان كل نوع علف فيه مميزات وفيه عيوب يعني كل واحد فيهم جواه نسبة فيتامين جواه نسبة سموم فكل واحد مختلف عن التاني في اللي زيادة وفي اللي اقل فماينفعش اني تطلق بطي في الحالتين ده هيسقط معاك يريش على طول وكمان ممكن يقدم معاك الافتراس تمام طيب ايه تاني ماينفعش برضو اني انتي ماينفعش اني انتي تحبسي البط او تخلي البط اماكن مغلقة يعني يعني المكان يكون صغير عليهم تمام لا وساع عليهم على قد ما تقدري ده برضو هيحمل بطي بتاعك من الافتراس هيحميم التساقط طبعا عاوز اقولك يا جماعة حكاية الافتراس دي الايام دي شديدة جدا جدا الله مستعان عشان درجة الحرارة والحر الشديد اللي احنا فيه الايام دي تمام ففيه درجة درجة بتاع دوت الله مصلى عنه وبرك لنا فيه افتراس عالية جدا جدا حاولوا بقدر الامكان توسعه على البط حطه قدامه مياه على طول طيب العلاج اللي احنا نقدر نستعمله علشان تساقط الريش وعشان البط اللي قال ليش الريش وعلشان الفراخ اللي هي بتلاقي مسلا نصه ظهرها قلش ريش من ورا وكمان مسقطة ريش ايه الحل بتاعهم اول حاجة ان انت هتجيبي فيتامين طيب اسم الفيتامين ايه؟ اسمه بانش طيب بانش دوت بيطاري ولا بشري لا ده بيطاري مش عن مهوش بشري تمام طيب تاني حاجة هتجيبي كلسام الكلسام ده مفيد جدا اصلا نيهم وكمان هيساعدهم على نمو الريش خلاص وعلى نمو العزام بتاعتهم هيخليهم كده كويسين ما شاء الله لو في حدتك وصح هيعري جهوري خلاص ممكن تستعمل ايه؟ يا كلسام بيطاري يا كلسام بشري ممكن تجيبي كلسام بيطاري وممكن تجيبي في دروب دوت بتاع الاطفال اللي هم لسه بيطلعوا اثنان هتلقى في استيدالية البشرية حالة دي ان انت لازم تستعملي علف بس ما تحطش اي خلطات لو انت حط بقى بوايا اكل بيت لو انت بتحط اي حاجة ما ينفعش خلاص هو ما ينفعش البط من عمره صغير يعني من عمره مثلا شهر لشهرين ما ينفعش انأكله اقل من 21% ده ممكن يعمل كارسى معاك يخلي البط تيرجع معاك لنقطة السفر وبدل ما انت تطلع به البط يفضل ينزل معاك في الوزن غير ان هو هيجيله في طراص وهيجيله تساقط في الريش يبقى بط من عمر 21 يوم لحد الشهرين اول 50 يوم ده بياكل علف 21% لحد ما يقفل معاك ريش طيب ممكن نحط عليه حاجة او ممكن تزود عليه بواقي رز يا اما عيش متقطع او مفروك او مبشوش او مبلول حاجة بسيطة جدا جدا خلاص وبتلفه بالعلف وبتحطيه وبتقدمه للبط بتاعي كويس جدا جدا ومش هيحصل لفتراس ولا هيحصل عندك تساقط في الريش ولا هيحصل حاجة عندك لقدر الله تمام طيب في حاجة تانية ممكن ان احنا نضيفها على الموضوع ده او انا عاوز اقول لكم ان انتم لازم تعرضوا البط بتاعكم كل يوم للشمس الشمس يا جماعة بتقتل اي امراض موجودة وبالزاك لو في مثلا حشرات او في اي حاجة لقدر الله الشمس قادرة ان هي تطلع اي حاجة من دي من دسم البط تمام فلازم بقدر الامكان حاولوا بقدر الامكان ان انتم تعرضوا البط بتاعكم يوميا للشمس انا عاوز اقول لكم ان البط ده جماعة مفيش عنده دوللة اصلا واربعة وشرين ساعة فوق السطح كده تمام بس انا عاملة كده نص السطح دوللة فهما بيخشوا في المكان اللي هو يعني بيبقى فيه دولة ساعة للدهرية والعصرية بيخشوا وعودوا فيه وبعد العصر زي ما انتم شايفين كده بكون مسيبا اصلا سيب اربعة وشرين ساعة فبيبقى بالتالي بيبقى عجد كده اه في الطراوة بقى تمام بس هو دوت طبعا الفيديو بتاعه النهاردة علشان كل اللي سألنا مشاهدة نعالج الفتراس ازاي والبط بيسقط ريش طب بالنسبة للفراخ بتقدر ان انت تديها كلسا بتقدر ان انت تحط لهم كمان جر مطفي الجر المطفي من الحاجات الكويسة جدا ممكن تفرش الارضية جر مطفي ده نسبة كلسا منهم كويسة جدا جدا والفراخ لو فيه عندك تنقير تقدر ان انت تفرشي طبقي جر مطفي او تيجي بطبقة من الجي من الطين اللي هو ازراعه وتفرشي